اشتركوا في القناة المتابعين في الجزائر الغالي على قلوبنا جميعا وعلى بركة الله نبدأ مضاعف التجارة الخارجية full and trade multiplier التجارة الخارجية أو ما تسمى full and trade هي من سمات العصر الحديث وخاصة في اقتصاد مكتوح أو ما يسمى open economy هذه الصورة التعبيرية الآن لدينا هنا سفينة أو باخرة إما تفرغ منها البضايا أو تحمل عليها البضائع وقط في إشارة إلى ما يسمى بالتجارة الخارجية أو full and trade البديهة التي ينطلق منها الاقتصاديون تقول بأن ارتفاع الدخل في اقتصاد ما يؤدي إلى زيادة في الانفاق على السلع المستوردة إذن هناك علاقة مباشرة طردية موجبة بين الدخل من جهة والانفاق على السلع المستوردة من جهة أخرى أي أن كمية وقيمة المستوردات imports اختصار حرف الأم الذي سنستخدمه حتى نهاية هذا المقطع فكمية وقيمة المستوردات imports أو أم لدولة ما يعتمد على مستوى الدخل الدخل هو income أو Y وطبعا تعمت أن أختار اللون الأزرق هنا واللون الأخضر وهكذا حتى الطالب والمتابع يتذكر الألوان بإذن الله فعندي أعيد الجملة المهمة أي أن كمية وقيمة المستوردات أم لدولة ما يعتمد على مستوى الدخل Y فيها فكلما ارتفع الدخل Y زادت أو زاد الإنفاق على السلع المستوردة أم شريطة بقاء العوامل المؤثر الأخرى ثابتة إذا ثبتت بقيت العوامل المؤثر بالصادرات المستوردات وما شابه فبكون عندي الآن علاقة مباشرة وطردية وإيجابية بين مستوى الدخل ومستوى المستوردات يمكننا التصور علاقة الرياضياتية الإقترانية أي على شكل دالة function رياضياتي كما يأتي عندي الآن أم المستوردات هي دالة في الدخل دالة في الـ income بمعنى آخر الآن المستوردات تعتمد على مستوى الدخل بعلاقة دالية اقترانية والعلاقة طردية إيجابية بينهما التمثيل بياني المحور الأفق الآن نرموز إلى مستوى الدخل عندي على المحور العمودي كمية المستوردات أو قيمتها وهذه دالة المستوردات دالة المستوردات M is a function of Y M تعتمد على Y بطريقة دالية أو اقترانية فهذه دالة الاستيراد أو دالة المستوردات استيراد أو مستوردات المعنى نفسه في اللغة العربية فالآن عندي الآن يعني هذا الرسم البياني حتى لو كان مستوى الدخل هنا صفر فهناك ثمت مستوردات هذه الآن الفرق بين الصفر وهذه القيمة قيمة موجبة طبعا هي إما اقتراض من قبل الدولة حتى تستورد أو أنه تراكم سامق من قيم مستورده فأي تحرك في الدخل زيادة أو نقصان هنا تغير أفقي معنى آخر بأن الدخل تغير أي تغير زيادة أو نقصان يؤدي إلى تغير في قيمة المستوردات وكمية ربعا فالتغير الأفقي أدى إلى تغير عمودي هذا الآن دالة Y له تغير في الدخل وهنا دالة M اللي هو تغير في المستوردات قسمة الآن حاصل قسمة دالة M ع دالة Y يعطينا شيء اسمه marginal propensity to import الميل الحدي لاستيراد M small M طبعا تساوي دالة M الكبيرة مقسم ع دالة Y هذه تسمى باللغة العربية الميل الحدي لاستيراد شما مقصود بالميل الحدي اذا استيراد هو التغير الحاصل في قيمة أو حجم المستوردات عندما يتغير الدخل بوحدة واحدة دينار دولار جنيه يورو مهما كان فالميل الحدي الاستيراد هو التغير الحاصل التغير الحاصل في قيمة أو حجم المستوردات عندما يتغير الدخل هذا التغير فيه بوحدة واحدة دينار أو دولار هناك مفهوم آخر يسمى متوسط الميل الاستيراد Average Propensity to Import AVM يساوي حاصل قسمة M فقط قيمتها في أي لحظة مقسم على طبعا قيمة الدخل في أي لحظة في أي لحظة وبالتالي هنا تغير على تغير لكن هنا قيمة على قيمة نكمل مثال لنفترض بأن الدخل لبلد ما كان وعي لأن الدخل افترضنا في الحالة الأولواء يساوي 100 وحدة 100 مليون 100 مليار 100 تريليون مهما كان وكانت بناء على هذا الدخل قيمة مستوردات هذا الاقتصاد أو هذا البلد أم يساوي 20 بمعنى آخر عندما كان مستوى الدخل 100 كانت قيمة المستوردات يساوي 20 ارتفع هذا الدخل هذا الدخل يساوي 100 ارتفع إلى ليصبح إلى يساوي 150 فارتفعت قيمة مستوردات هذا البلد لتصبح أم 45 بناء على ذلك يكون الآن م ميل الحدي للاستيراد تساوي حاصل قسمة التغير في المستوردات مقسم على التغير في وتساوي طبعا هنا 45 مطروح منها 20 هنا مقسم على 150 مطروح منها 100 فبقوا بالحالة 25 ويساوي 50 بمعنى آخر زالت المستوردات بمقدار 50% عندما ارتفع الدخل من 100 إلى 150 هذا اللي هو الميل الحدي للاستيراد الآن قيمة الميل الحدي للاستيراد 50% ما يعني بأن زيادة الدخل بمقدار دينار مثلا تؤدي إلى عفوا هنا خطأ طباعي إلى ارتفاع قيمة المستوردات بمقدار نصف دينار إذن الدينار زيادة في الدخل يؤدي إلى زيادة قيمة المستوردات بمقدار نصف دينار تمثل ادخارات في اقتصاد مغلق تسربات بمعنى آخر عندما يتحقق دخل معين في اقتصاد ما فإن الادخارات التي تقوم بها المؤسسات والأفراد والجماعات تعتبر تسرب لأنه لم يتم انفاقها أما الاستثمارات اختصارها فهي حق معنى انجكشن أو تعويض عما تسرب على شكل الدخارات بمعنى آخر الآن هذا المنظر أو هذه الصورة التعبيرية والذي هنا الدخل الوطني الدخل الوطني عندما تحقق تسرب منه الدخارات إذا ذهبت وساوت الاستثمارات هذه الاستثمارات ستعود على شكل انفاق استثماري ويعود إلى الدخل الوطني فهنا بالحالة هاي بنفترض على أنه في حالة التوازن واقتصاد مغلق S تساوي I قيمة المستورداء عفوا قيمة الادخارات تساوي قيمة الاستثمارات بالكيفية ذاتها بنفس هذه الكيفية تشكل المستوردات أم تسريبات من الدخل الوطني بعنى آخر عندما نستورد لنفترض الجزائر أو الأردن أو مصر استوردت من الولايات المتحدة أو استوردت من فرنسا هذا ذهب من الدخل الوطني إلى الدولة التي تستورد منها لكن الصادرات مقابل ذلك export اختصارها X تعتبر تعويضات عما ذهب من دخل على المستوردات حقا ولو بقيمة مختلفة أو بقيمة مختلفة أقل أو أكثر طبعا في اقتصاد مفتوح تكون في طبعا إذا في حالة تواجن اللهم بتكون S زائد M الادخارات زائد المستوردات إذا كان في إدتواجن واقتصاد مفتوح بتساوي الاستثمارات زائد الصادرات لاحظوا للآن هذا التسريبات هنا وهنا الحقن هذا عوض عن هذا هذا عوض عن هذا هذه التسريبات الآن أتت على شكل حقن اللي هي S مقابل I و M مقابل X نكمل نعيد كتابة حالة التوازن في الدخل الوطني كما يأتي الآن S زائد M تساوي I زائد X في حالة التوازن أي تغير هنا في حالة التوازن أي تغير في الطرف الأيسر ينعكس على الطرف الأيمن أي أن دلتا S هنا تغير في S زائد التغير في M في الإمبورز تساوي التغير في I اللي هو التغير في الاستثمارات زائد التغير في الصادرات إذن دلتا S زائد دلتا M تساوي دلتا I زائد دلتا X هذا الآن التغير في التسريبات وهنا التغير في مقدار الحقن في مقدار الحقن حيث الآن دلتا S هذه التغير تساوي حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار MPS مضروب في التغير في الدخل وهو الميل الحدي للإدخار هذا الميل الحدي للإدخار مضروب في التغير في الدخل وطبعا سأبين ذلك بالخلال الأرقام بعد قليل نعيد كتابة اللي هي شرط التوازن دلتا S زائد دلتا M يساوي دلتا I زائد دلتا X وتعريف دلتا S اللي هي حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار the margin propensity to save مضروب في التغير في الدخل بالكيفية ذاتها تكون طبعا دلتا M التغير الحاصل في قيمة المستوردات تساوي the margin propensity to import كما عرفناها MPM اللي هي الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغير في الدخل ويساوي small M كما عرفناها قبل القليل مضروب في التغير في الدخل فهذا هو الميل الحدي للإستيراد M تساوي دلتا M الكبيرة على دلتا Y من المعادل هذه البسيطة نحصل بالتعويض فقط لغير أنه الآن MPS عوضت عنها نحظوا لي MPS هذه MPS مضروبة في Y بدل هذه وMPM مضروب في Y بدل هذه تساوي دلتا Y زائد دلتا X إذن هنا حاصل ضرب الميل الحدي للإدخار مضروب في التغير في الدخل إذا أضفنا له الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغير في الدخل يساوي التغير في الاستثمار زائد التغير في الصادرات هذا الآن هو دلتا S كما عرفناها وهنا دلتا M كما عرفناها نأخذ Y عامل المشترك في الطرف الأيسر المعادل للحصول على ماذا نحصل أخذنا هذا عامل المشترك فيبقى عندي داخل قوس طبعا دلتا Y مضروب في القوس MPS زائد MPM ويساوي بالحالة دلتا I زائد دلتا X من آخر نتيجة حصلنا عليها دلتا Y مضروبة في MPS زائد MPM يساوي دلتا I زائد دلتا X لاحظوا لي أنه الآن هذا حاصل جمع الميل الحدي للإدخار مع الميل الحدي للإستيراد مضروب في التغير في الدخل يساوي التغير في الاستثمار مضاف إليه التغير في الصادرات ما يعني الآن دلتا Y لوحدها تساوي حاصل قسمة هذه القيمة على هذه القيمة اللي هي دلتا I زائد دلتا X مقسم على MPS زائد MPM لو طلعنا عامل يعني هذه بس حتى تنبين على أنه الآن اللي هي هذه القيمة كلها تبسى واحد على MPS مقسم طبعا واحد مقسم على MPS زائد MPM مضروبة في دلتا I زائد دلتا X وهو ما أي أن أي تغير في استثمار I أو الصادرات لاحظة التغير هنا أو هنا يؤدي إلى تغير في الدخل هنا بمقدار المضاعف شو هو المضاعف الآن المضاعف اللي هو foreign trade multiplier يساوي واحد على MPS زائد MPM هذا هو مضاعف التجارة الخارجية لأي بلد في اقتصاد مفتوح الآن سأبين ذلك من خلال المثال أي أن واحد حاصل قسبة واحد على MPS زائد MPM هو مضاعف التجارة الخارجية أو ما يسمى foreign trade multiplier ولأن MPS الميل الحدي للإدخار يساوي واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك فيمكن كتابة المضاعف كما يأتي FTM لفورن تريد مرتبراير يساوي واحد على MPS زائد MPM ويساوي واحد الآن هذه MPS عوضنا عنها بهذه القيمة أبقينا على هذه القيمة MPM هنا MPM فتساوي واحد على واحد ناقص MPC زائد M زائد M لأن M هذه الزرق تساوي MPM له الميل الحدي للإستيراد مثال لنفترض بأن الميل الحدي للإستيراد في اقتصاد ما هو MPC Point Nine هنا الميل الحدي للإستيراد يساوي 90% معنى ذلك أن الميل الحدي للإدخار هنا يساوي 10% لأن MPS زائد MPC يساوي واحد صحيح وأن الميل الحدي للإستيراد هو لنفترض 15% MPM يساوي M ساوي 15% ما 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 يعني ما يعني بأن فورن تريد مضاعف التجار الخارجي يساوي واحد على حاصل جمع MPS زائد MPM ويساوي واحد على 25% ويساوي 4 ما معنى 4 في الحال التفسير النتيجة FTM تساوي واحد على MPS يساوي واحد على 40 طبعا عفونا ربع ويساوي 4 تعني بأن زيارة الاستثمارات أو لاحظوا زيارة الاستثمارات أو الصادرات بمقدار دينار واحد يؤدي إلى زيارة الدخل التوازني بمقدار 4 دنانير مثال لنفترض توافر البيانات الآتية عندي دالة استهلاك C تساوي 10 زائد 3 4 75 في الدخل الاستثمارات تساوي 10 نفقات الحكومة تساوي 10 الصادرات export تساوي 25 والمستورات تساوي 10 زائد 15% من الدخل لأنه ذكرنا بأن زيارة الدخل تؤدي إلى زيارة المستوردات لاحظ الآن هذه دالة الاستهلاك هذه الآن الاستثمارات هذه الآن هي نفقات الحكومة هذه هي الصادرات وهذه الآن دالة المستوردات نستخدم نستخدم المتساوي الكلية كما يأتي y كما تعلمناها باقتصاد 101 مبادئ الاقتصاد الكلي y تساوي c plus i يعني c زائد i زائد g زائد الميزان التجاري x minus m الاستهلاك زائد الاستثمار زائد نفقات الحكومة زائد الصادرات مطروح منها المستوردات بناء هذه القيم يكون مضاعف في التجارة الخارجية حسب القيم التي ذكرناها قبل قليل ftm يساوي 1 على mps زائد mpm ويساوي 1 على 40 بالمية ويساوي 2 نص إذا أثر كل دينار إضافي على الصادرات أو الاندقارات يكون أثر النهاية على الدخل التوازني دينار نص بالتعويض في المتساوية التي هي متساوي y يساوي c plus i plus g plus x minus m يكون الدخل التوازني y كما يأتي يعني عفوا عوضنا y تساوي c هذه c زائد i زائد g زائد x ناقص m اللي هي 10 ناقص 15% من y بنقل كل شيء يعني مضروب في y إلى الطرف الأيسر فأكون عندي y مطروح منها هذه القيمة مضاف إلها لأن هنا إشارة تختلف عندما نقل إلى الطرف الأيسر فتصبح الآن y سالب 3 4 y 75% y مضاف إلى 15% من y يساوي ال a اللي هي autonomous conception 10 زائد i زائد g زائد x minus m ال autonomous لأنه هذه نقل نهر الطرف الأيسر نأخذ y عامل مشترك هنا y تصبح ستار لأنها تصبح توازنية الآن مضروبة في 1 ناقص 3 4 مضاف إلى 15% تساوي حاصل جمع هذه الأشياء ما تروح منها طبعا 10 فبكون 45 مقسم على هذه القيمة وبتساوي النتيجة النهائية 45 على 40 100 100 100 100 100 112 مليون 12 مليار وحدات القياس بتهمناش المهم الدخل التوازني من الأرقام التي ذكرناها قبل قليل والبيانات تساوي 112 الآن لنفترض بأن الصادرات ارتفعت من 25 إلى 35 أصبحت بمعنى آخر دلتا X يساوي 10 ما يعني الآن بأن الدخل التوازني الجديد سيكون كما يأتي 112 زائد مضاعف التجارة الخارجية مضروب في التغير في الصادرات اللي هو 10 وتساوي 112 زائد 2 نص قيمة الـ FTM مضروب في 10 التغير ويساوي 137 نص إذا لاحظوني كيف الآن أثر الدينار هو دينارين نص فالعشرة بكور 25 تأثيرها وبالتالي ارتفع الدخل التوازني من الحال الأولى 112 نص أصبح 137 نص بعد زيادة الصادرات من 25 إلى 35 الآن افترضنا في المثال السابق بأن الضرائب تاكسس تي لم تكن موجودة يعني هو ناقص جملة أن الضرائب افترضناها غير موجودة أرجو من الطالب والمتابع أن يجرب قيمة مختلفة وأن يحاول بجهده الذاتي أن يدخل متغير الضرائب كي يتعلم كيف يصل إلى الدخل التوازني الأقرب إلى الحقيقة لأنه ليست هناك دولة بدون ضرائب وأن يتعلم ذاتيا على التمثيل البيان لأثر المتغيرات شكرا لكم على حسن متابعتكم لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن شكرا لكم